قدم برنامج صباحكم نور حلقة جديدة ومميزة بعنوان روحانية عيد البشارة وقد أعد الحلقة وقدمها الأبجور شراحة حتى صدف البرنامج أليرشمندريت الدكتور بسام شحتيت النائب الأسقف العام في مطرنية الروم الملكيين الكاثوليك في عمان وقد دار الحوار حول بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء بالحبل بيسوع المسيح كلمة الله بواسطة الروح القدس وتطبيق ذلك على حياتنا بأن نكون بشرة صارة للآخرين فإلى هنا في الحقيقة اليوم أبونا بدنا نحكي عن روحانية عيد البشارة البدايات والاحتفال الليتورجي وكيف اليوم بنعيش بحياتنا البشارة خصوصاً إحنا كإعلاميين وإحنا تعلمنا منك الإعلام أبونا يعني أول الأشخاص حضرتك اللي جبت إلنا الوبسايتات والأفكار اللي نشر الثقافة الإنجيلية عبر وسائل التواصل وعبر الإنترنت كنا نتحدث قبل ما نطلع على الهواء عن أكثر من 25 سنة في هذا المجال حضرتك وإن شاء الله يا ربي توج هذا بالنهاية إنه يكون في عنا دائما مشاريعنا الكنسية اللي بتنقل البشارة للعالم اليوم بكنايسنا أبونا قد يش ديكون في حدب العظة بسمعها يعني ما أكسبهم بديكون في مئتين واحد شخص بليك هاي إذا كانت كاتدرائية كبيرة ولكن اليوم الوسائل التواصل وخصوصا هذا المنبر النورسات اللي بتبث للعالم للمسكونة كلها وخصوصا مع فرق التوقيت يعني هل جزء الثاني من الكرة الأرضية بيكونهم وبسهرتهم يعني وبيكونوا بالمساء وجايين من أشغالهم فبيحضروا الحلقة لو انتم بث الصبح بس هم مو بيشوفوها بالتوقيت الثاني وبتضلها على صفحة نورسات للمتابعين نتمنى من كل المشاهدين أيضا يتابعوا صفحتنا على النورسات ويحطوا عليها اللايك عشان يضلهم دايما بيشوفوا نشاطاتنا وأخبار الكنيسة بالأردن الكنيسة المسكنية النورسات بتغطي الكنيسة المسكنية من كل أطيافها وعائلاتها الكنسية عبونا شو بدك تحدثنا اليوم تفضل اليوم الموضوح هو عيد البشارة ويأتي عيد البشارة في زمن الصوم واليوم بالكنيسة الشرقية نحن في الأحد الثالث من الصوم أحد الصليب المقدس وفي وسط الصوم وهذه المسيرة نحو القيامة تضع الكنيسة الصليب المقدس رمز للفداء ورمز للخلاص وأيضا يأتي عيد البشارة في وسط الصوم وبشكل سريع وهو أصل كل الأعياد يعني عيد البشارة منه تنطلق الأعياد أو يسمى ينبوع الأعياد لماذا؟ لأن بشارة الملاك لمريم العضراء منها ابتدأ الخلاص وعندما قالت مريم العضراء نعم للملاك بدأ الخلاص لذلك في الكنيسة تعتبر أن انطلاق البشارة ثم التجسد والظهور وكل الأعياد الكنسية من هذا العيد عندما بشر الملاك العضراء كيف نعبر عنها بالكنيسة يعني بالليتورجيا باحتفال بعيد البشارة بالقداس الإلهي وإيش ممكن كيف تحتفل الكنيسة يعني بعيد البشارة؟ الكنيسة تعتبر عيد البشارة هو من الأعياد السيدية وهو عيد للسيد والسيدة لأنه عيد للسيد العضراء عندما قبلت البشارة وأيضا عيد السيد المسيح لأن حدثت تجسد المسيح في هذا العيد نعم فالكنيسة تعيد لهذا العيد من خلال القداس الإلهي من خلال الصلوات والطربريات ومن خلال الأناشيد التي تتم في هذا العيد وأيضا لترجيا منذ التاريخ القديم اعتبرت الكنيسة العضراء هي حدث فيها التجسد تجسد الكلمة والإله أخذ جسدا الكلمة حل والروح القدس حل على مريم العضراء وبهذا الحلول أصبح يسوع المسيح في بطن مريم وحدث الولادة العجيبة من خلال الروح القدس واستجابة مريم العضراء لهذا الحدث بقولها نعم الكنيسة من ناحية ترانيم تحتفل بترانيم وأيضا هناك في القداس الإلهي وفي صلاة المدائح نرى الترتيلة إن الملاك المتقدم أرسل من السماء وهذه الترتيلة تعبر عن سر التجسد ومن خلال هذه الترانيمة وخاطبها السلام عليك أيها العضراء فهل حدث المكتوب في الإنجيل الكنيسة عبرت عنه من خلال الترانيم وأيضا من خلال الإقونة هناك عدة إقونات للبشارة وهناك كثير من الكنائس في الأردن وفي العالم العربي وفي كل العالم هذه الكنائس على اسم البشارة مثل الكنيسة في إربد كنيسة نتروم الكاتوليك في إربد وأيضا الكنيسة المشهورة كنيسة البشارة في الناصرة هناك كنيسة كبيرة وعلى هذه الكنيسة اسمها على اسم البشارة وهناك عاشت العذراء وفي هذه الكنيسة أخذت اسم البشارة لأن المالاك بشر مريم العذراء لما نحكي هذا الخبر الذي صار اليوم ننقله للناس باحتفالاتنا الليتورجية وبتعاملاتنا والصورة الحسنة التي نحن نوصلها للعالم ما هو الخبر الذي صار اليوم أبونا؟ اليوم أول شيء الخبر السار كان لمريم العذراء ولادة السيد المسيح والامتلاء من النعمة مريم العذراء امتلأت من الروح القدس وامتلأت من النعمة الإنسان كل واحد فينا ممكن أن يكون خبر سار للآخر إذا أنا امتلأت من نعمة الله وزي ما في الانجيل القديس يحنى ومن امتلائه نحن أخذنا نعمة فوق نعمة لما أنا حياتي بتكون مليانة بالنعم مليانة بحضور الله مليانة بالسلام مليانة بالفرح بهاي الأشياء اللي أنا بداخلي ممكن أنا أوصلها للآخر وهنا البشارة اللي بتكون السارة إنه أنا الإشي اللي أنا بعيشه هالفرح هالسعادة هالنعمة أنا بنقولها للآخرين فحضوري مع الآخر حضوري معك بيكون هو بركة لإلك بيكون بشارة سارة ونعمة لإلك وهو زي الانجيل كلمة الله هي البشرة السارة للبشر وهالبشرة السارة هي عيد البشارة لقاء الله مع الإنسان هاللقاء بين الله والإنسان هو اللي بيخليني أنا أكون مبسوط أكون مرتاح أعيش بسلام